ألا وسطرت المدرية العامة للأمن الوطني مخططاً أمنياً بمناسبة الامتحانات النهائية لسنة الدراسية 2016-2017 بأطوارها الثلاثة الابتدائية المتوسط وكذا الثانوي وتصار على تنفيذه ميدانياً مختلف الفرق العملياتية للشرطة بأمن 48 ولاية المخطط الأمني للمدرية العامة للأمن الوطني يرتكز على تجنيد مصالح الشرطة لتأمين مراكز الامتحانات المتواجدة بالمناطق الحضارية بكافة التراب الوطني من خلال تبني جملة من الإجراءات الأمنية العملياتية لضمان الإنسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور بالمحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الامتحانات بالإضافة إلى تشكيلات أمنية متخصصة لمرافقة وتأمين أوراق الأسئلة والأجوبة إلى مراكز التصحيحة